السلام عليكم. ناردة ان شاء الله هنجاوب على سؤال من الاسئلة اللي هي مستوىات الزكاء. ينفع من طلبة ابتداء لحد طلبة الجماعات حتى اللي هو بيقول لي يعني اقرب كسر للنص اللي هو اربعة على سبعة ولا خمسة على تسعة ولا ستة على احداشر ولا سبعة على ترتاشر ولا تسعة على ستاشر. لازم نجيب الاول الكسر المكافئ للنص ونشوف هو زايد عليه قدية. ازاي الكلام ده? يعني السبعة نصها تلاتة ونص. ده الكسر المكافئ ليه? و التسعة نصها اربعة ونص. واللا احداشر نصها خمسة ونص. والتلاتاشر ستة ونص. والتستاشر نصها تماني. هنجيبا لكسر المكافئ ليها. يعني ايه? يعني ده عبارة عن يساوي التلتة ونص ده زائد النص عشان توصل اربعة على سبعة. ده برضو زائد نص على تسعة. ده زائد برضو عليه نص على احداشر. ده زايد عليه نص على ال13 ده بقى زايد واحد عشان يوصل 9 على ال16 يبقى كل دول زايد عليهم نص معدد واحد عايزين نقرن الكسور اللينسس دي ونشوف اصغر واحد فيهم مضاف للكسر نص ده عشان اصغر واحد فيهم هو القرب للنص طيب نص من 7 ولا نص من 9 ولا نص من 11 ولا نص من 13 اكيد اصغر واحد فيهم اللي هو نص من 13 يعني ده كده ملغيين معانا هيتبقى معانا فقط اللي هو النص من 13 والواحد من 16 طيب النص ده لما نضربه في 2 هيبقى واحد وال13 لما نضربه في 2 تبقى 26 عايزين بقى نقارن ما بين الواحد على 26 والواحد على 16 اكيد الواحد على 26 اللي جاي بواحد من اصل 26 اصغر من واحد على 16 فيبقى اصغر قيمة عندي اللي مضافة للنص هي الواحدة على 26 يبقى اصغر كسر عندي وهو اقرب حاجة للنص يعني هو كلك قريبين للنص لكن اقرب حاجة هو 7 على ال13 فكرة حلوة وممتعة معتمدة على يعني كسور ابتداء ولكن ما يوصل لاش غير حد من اللي هو بيفكر في المسائل اللي هي ذات المستويات العليا دي ان شاء الله حنكمل في السلسلة دي واتمنى تعجبكم واسلام الله عليكم اشتركوا في القناة